ندبقوا على أرض واقع عبر حمل التأثير حاولنا الإجارة المغربة إلى غير ذلك حاولنا القيام الجهات المغربة كان للشر أن نتعرف على مشاهدين أفغان ومشاهدين بلوثنا وغير ذلك كي نزداد خبرتان وكي نزداد مشموعة المعلومات التي تتغير وحدنا في ملاحظة مرحيم معكم هشام حمزي الملقب بأبي جابير المعروف على صفحات فيسبوك بهشام المنتمر الفاسي أولاً كشكراً رايحنا برايس على هذه الاستضافة الجميلة ونتمنى إن شاء الله عزيزي وجدت معنا هذه الحلقة ففيها ما يفيد يعني الفكر اللي كان عندك قبل الاعتقال ديالك هو صراحة أن كنت بداية تديون ديالي من تديون سيلميكة باقي المغاربة لكن بعد أحداث 11 سيطنبر تعرضت على مجموعة من السلفيين ومتشبحت بالأفكار ديال الجهاديين وقتنعت بالأفكار ديالهم قرباً وقعاً على أنه هو الدين السليم الذي يرتضاه الله سبحانه وتعالى للعبادة فاقتنعنا بيه وخرجناك نتبقه على أرض واقع عبر حمل التعزيرية حاولنا الإجارة من المغرب إلى غير ذلك حاولنا القيام من الجهة من المغرب لكن قدر الله مشاعر فاعل تدخلت السلطة بعد أحداث استشمعي الإرهابية وتمنع التقال ديالنا دخلنا داخل السجن كان لنا الشر أن نتعرف على مجاهدين أفغان ومجاهدين بوصناء إلى غير ذلك كي نزداد خبرة وكي نزداد مشوعة من المعلومات التي تغيبوا عنا في هذا التيار الجهادي بحكم أنهم عاشوا الجهاد رأوه بأم عينهم حملوا السلاح عندهم فكرة أوسعة للجهاد لكن ازدنا غلوة على غلوة لكن لما لقنا هذا الشباب بدأت تتغير الأفكار شيئاً فشئاً كيف أنك قدرت المراجعات وتراجعت إلى الأفكار والغولات والتطرف قبل بداية التدييون كنت عن تساولات لم يكن لدينا إجابة فلما تخلق السجن وعرفت أن هناك شيوخ ومجاهدين وغير ذلك قلت الآن سأصل إلى الإجابات التي أتسأل عنها دائما فلما تجدهم تجد خاصة من يغرفون بمجاهدين أفغان وغير ذلك قلت لدينا حتى أني كنت أقدمه أمامهم الصلاة واختبت لجموعة داخل السجن المركز في القناة فتلك تساولات لا أريد إجابة عندهم فبدأت أراجع ذاتي وأقرأ من جديد وأراجع أفكاري وأحاول أن أستعمل العقلي لأن الله سبحانه وتعالى استفزني أن أستعمل العقلي بقوله تعالى فلا تعقلون فبدأت أن أنقحه من جديد وأبحث عن ذاتي والحمد لله وصلت لأحد مجموعة من الأفكار ولم أريد أن أخرج بها وأنا داخل السجن حتى لا يبطل هشام حمزي أبو جابير تراجع عن أفكاري إني أن السجن أقتر فيه بقيت كده دكشتين كتمان حتى أخرج من السجن وبدأت أعرفه عن أفكار جديدة وأشرها في أوصارك كيف هي الأسباب السجن التي تجدتك بعد المراجعات الإدراتية تدخل في تنسيقية المغربية للدفاع للمعتقالين الإسلاميين أولا لماذا قررت تدخل في تنسيقية المغربية للدفاع لأن هذا حق يخول أولا من القامل نحن بمعنى بالتعددية أمنا بالإمارة المؤمنية أمنا بالدولة الملكية بالمؤسسات فهذا حقهم يخول أولا من القامل مثل أن هذه المجموعة من المعتقلين وأنا أقصد دائما في المعتقلين الذين يتراجعون الأفكار التطرف والإرهاب لما يخرجون من السجن يهمشون من كالكوش فرص الشغل من كالكوش فرص العمل المجتمعتين بدونهم بحكم أنهم متطرفين سابقين إلى غير ذلك فحاولنا إنشاء هذه التنسيقية من أجل الدفاع عن حقوق المعتقلين السابقين من أجل إدماجهم في الحياة العامة ومن أجل الإنخراط السياسي والدخول العملي في مجال السياسة إيمانا مننا بأن هذه الأفكار التي تبقى هذه الأرض واقعة شكرا سيوشام شكرا شكرا